يقول الرسول اللهم صلي وسلم عليه ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها وش هذه الآية وش قصتها اسمه يوم من الأيام سئلت أم المؤمنين عائشة عن أعجب شي رأته في رسول الله اللهم صلي وسلم عليه تقول في يوم من الأيام قال النبي اللهم صلي وسلم عليه لها يا عائشة ذريني أتعبد ربي الليلة تقول أم المؤمنين عائشة تقول والله إني لأحب قربك وأحب ما يصرك يا رسول الله تقول فقام فتطهر ثم قام يصلي ثم قالت فبكى حتى بل حجره تقول فما زال يبكي حتى بلت لحيته ثم تقول ما زال يبكي حتى بل الأرض تقول فجاء بلال يؤذل للصلاة تقول فلما رأى بلال صورة النبي بهذه الصورة فقال يا رسول الله أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا والله نزلت علي آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أبغاك ترح تقرأ هذه الآية وتقرأ في تفسيرها وتتدبرها وأسأل الله عز وجل أن يسعدكم